السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لكم تاني مع قصة ديفيك وفيلد ومعنا نهاردة تشابتر فورتين والشابتة بالاخير في القصة بعنوان زي اند وزي ستوري او نهاية القصة. طبعا وقفنا في تشابتر شيرتين لحد ما آآ ميستر ترود خدت بيت فلوسها من آآ يوريا هيب عن طريق الخطة اللي عملها ميستر ميكوبر مع توم ترادلز وعرفنا برضو ان آآ ايميلي رجعت ولقوها في لندن وميستر بيجوتي يقرر ان هو ياخد ايميلي ويطلعو آآ يروح استراليا يسيب لندن خالص ويروح استراليا. وثالث حاجة ان امرأة آآ ديفيد كانت تعبت اللي هي آآ دورة. فجزء الاول بعنوان او زوجتي الشابة تموت. فعمتي لي يا مستر ترود بقى بعد ما خدت فلوسها خلاص. فتقول لي مستر ميكوبر انت عمرك فكرت قبل كده تطلع بقى البلد يمكن البلد هي اللي نحسي يا سيدي وانت يعني راجل مبخة ولا حاجة. كلم ده كان امتع بعد ما كلنا رحنا بيت ميستر ميكوبر بعد ما خلاصنا بقى مع يوريا هيب واخدنا حقنا منه ورحنا وطلعنا من مكتب ميستر ويكفيلد ورحنا على بيت ميستر ميكوبر. فقال لها انا بحلم بالسفر ده من سنين فاتت او منوء طويل. بطي دونت تنكي هاد افر سوط باوته بفور. بطي ديريز ادفكالتي. يعني ايه ميستر ميكوبر قال لها اه ده انا بحلم بالسفر طول عمري مش عارف ايه. فديفيد بقول لك انا بيتيال ان هو مفكرش في الموضوع ده ولا حاجة. ولا كان نفسه يسافر ولا كلام من ده بس هو يعني ازاد في الزيتة زي ما احنا بنقول فميستر ميكوبر كان ما يكلمها لا بس فيه صعوبة شوية يعني فعملته ام تقول له الفلوس يعني ماني ام اقل لها you have done us a great service. ميستر ميكوبر. اقلت له لا احنا عملت لنا خدمة كبيرة جدا انك رجعت لنا فلوسنا. we would like to give you the money. احنا نحب جدا وهنا رحب جدا ان احنا نديك الفلوس اللي تلزمك. i couldn't take it as a gift he said but if you would lend it to me انا عمري ما اخدها منك كهدية كده من غير مقابل لا 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 انا هستلفها منك بس. اقلت له ماشي يا عم استلفهم وخلاص. david knows some people who are going to australia soon. why not go on the same ship. فعمت david اقلت له خلاص يا باشا ما فيش اي مشكلة اطورهم سلف. فدافد عارف ناس راحين استراليا قريب. ايه رأيك اما تروح معهم على نفس السفينة. ميني الناس بقى لراحين استراليا. عيواش الطار مستر بيغاتي ان اميلي. فميسيز ميكوبر بقى امراته اللي هي دايما مؤمنة بقدرات جزه ديت انه هو يعني ايه المشكلة مش فيه المشكلة في البلد اللي حواليه يعني. ايض like to ask you to ask one question. انا عايز ايس 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 اقل سؤال واحد. is it a country where many of mr. mekoper's palaces would have a chance of rising? اتلا اما حاجة بقى البلد اللي احنا راحينها دي. بلد تقدر مواهب وقدرات واحد عبقاري زي جوزي يعني. فا... ف... There is no better chance anywhere. اتلا احسن حتى ممكن يروحها تقدر مواهبه وقدراته المهولة اللي ما حدش عارفها الحد دلواتي. And so it was decided that Mr. McCobar would go to Australia فخلاص قرروا واتفقوا ان Mr. McCobar هيسافر استراليا مع Mr. Bigotti واملي طب نرجع له دورا بقى فبقولك دورا had been ill for a long time دورا تعبانة بقالها فترة طويلة جدا I no longer carried her up and down the stairs انا ماعدتش باشيلها اطلعها وانزيلها باعت على طول نايمة في السرير فوق يعني فماعدتش بتنزل بتطلع زي الاول She lay in bed all day باعت نايمة في السرير ليل ونهار One evening she said to me Give my love to Agnes and tell her I would very much like to see her قلت له بلغ حبي واحترامي لأجنس وولها ان انا حب اشوفها او حب اقبلها There is nothing else I want more يعني ماتش امي عايزة منك حاجة تاني او مش اطلب منك حاجة تاني الا دا يعني دي اكتر حاجة نايمة احتاجها دلوتي A few days later Agnes visited us She stayed for a whole day and an evening بعدها بكم يوم Agnes جات زرتنا قعدت طول اليوم قضة اليوم مع انا والامسية كمان لحد بالليل يعني Later that evening I was alone with Dora in our room وبعدما Agnes مشت بقى بالليل بيتقعد في الاوضاء لوحدي انا و Dora I want to say something to you David She said It's something I have thought a lot about Perhaps you have had the same thought I was too young when we married I don't think I made a good wife قدت له انا عايز اقولك على حاجة يا ديفيد حاجة دي انا بفكر فيها كتير جدا او بفكر فيها بقالي كتير جدا ويمكن انت كمان فكرت في نفس الموضوع ده انا كنت صغير جدا لما جوزنا ويعني شايفة ان انا ما اسعدتكش كزوجين ما كنتش الزوجة المثالية بالنسبالك فارد عليها ملا You were as good a wife as I was a husband قال لها لأ انت كنت كويسة بالنسبالي او كنت مثالية بالنسبالي زي ما انا كنت مثالي لك بالزبط يعني لو انت شايفة ان انا كنت وحش معكي فانت كنت وحش معي لو شايفة ان انا كويس معكي فانت كويسة معي I said we have been very happy together احنا طلوا امرنا كويسين مع بعض وصعدة مع بعض فقيتلوي I have been very happy too انا كمان كنت سعيدة جدا معك But this is the best way for it to end بس دي احسن طريقة ممكن ننهي بيها العلاقة بتاعتنا او اللي بيننا Would you please ask Agnes to come up to me I want to speak to her alone طيب بعد اذنك ممكن تخلي اجنس تطلعلي لوحدة ده كانت اجنس لسه قاعدة في البيت كمان ما مشاتش يعني انا عايزة اتكلم معاها لوحدنا ما تبقاش موجود فقال David مش فاهم طبعا اللي بيحصل او فاهمه بيستعبت يعني فاقولك I did as Dora had asked املت اللي دورة طلبته مني بالزبط I was left alone in the sitting room اعدت الوحدي في قط البلوس I sat down by the fire and thought about my life was Dora اعدت جنب الدفاية كده اعدت بفكر في حياتي مع دورة اول محبتها لحد ما اتجاوزنا لحد ما تعابت كلها ايا and all the arguments we had had وكل الخلافات والحاجات اللي حصلت بنا وبن بعد I felt very sorry about ever upsetting Dora انا حسيت بالحزن وبالتعاسة على Dora الحزينة او يعني ايه اللي ما حيتش تفرح بشبابها زي ما بيقولوا Then I saw Agnes at the door looking at me There was great unhaveness in her gentle face I knew that Dora was dead وبعد كده لقيت Agnes وقفة على الباب وفي حزن كبير قوي في عانيها فعرفت من شكلها ان دورة ماتت number two او الجزء التاني بعنوان goodbyes الوداعات بقى والسلامات ان هو وضع دورة ودورة ماتت وهي وضع مستر بيجوتي واميلي ان هما مسافرين ومستر ميكوبر ومراته فبدأت العمليات كل واحد يروح في ناحية I decided to go abroad I made one last visit to the bigoties in Yarmouth before I left قررت انها سيب للندن كلها وسافر برا وقلت اروح ازور زيارة اخيرة لعلية بيجوتي في Yarmouth قبل ما مش The weather in Yarmouth was very bad التقصي في Yarmouth كان وحش جدا The sky was full of thick clouds السمكة ملينا صحب تييلة اوي Great high clouds that looked like mountains كانت عاملة صحب كانت ضخمة جدا كانت عاملة زي الجبال The wind was blowing with a strange and frightening sound الرياح كانت بتهب بصوت غريب اوي ومخيف اوي هي احكاة جمدة اويا The next day 10 يوم The wind was blowing even harder 10 يوم كانت الرياح بتهب بقوة اكبر من اليوم اللي قبله كمان The waves in the sea were as high as buildings الامواج البحر كانت اعلى من المباني يعني كانت عالية جدا كأنك شايفت مبنى قدامك There was a large crowd of people on the beach كان في زحمة كتير اوي ناس لقيت زحمة كتير كده على الشط There were weeping women whose husbands were out in fishing وكان فيه الستات اللي قاعدة بتندبوا بتعايتوا بتاع لان جوازهم طلعوا يصطادوا في البحر ولسه مجروش فطبعا منظر الامواج برياح ديت ان هو ممكن يموتوا Boats Out in fishing boats طلعوا في مراكب سيد يعني يصطادوا And all sailors shaking their heads and looking out to the sea والبحارة القدام او الكبار في السن يعني عادين يهزوا بماغهم كده ويبصوا البحر I pushed my way to the front of the crowd and to the edge of the sea فعادت ازقف الناس كده لحد ما وصلت لمقدمة الزحمة ديت وصلت لشط البحر يعني There was a ship Breaking into half On the rough sea كان في سفينة كسرت نصين كتر الموج لان طبعا السفن الزمان كانت خشب يعني فقطر الموج وقوة الموج كسر السفينة دمر السفينة اتقسمت للمصين Suddenly it sank into the water The water then came up again وفجأة نزلت في المية وطلعت تاني يعني السفينة ما تيجي تغرقها ما تغرقش مرة واحدة تقوم نزلت احت المية لأ بتتقسم كده نصين وبعد كده ايه تبدأ بقى تغرق واحدة واحدة While the ship was under the water two men drowned أثناء ما كانت السفينة في المية وطلعت فيها دي قبل ما تطلع فيه اتنين من البحارة غيره Ham came pushing his way through the crowd towards me Mr. David He said Get Meridia Ready I'm going out to the ship يا Mr. David Ham came up to the ship وصف الناس كده لحد المصر اللي عندي ديفد قال له Mr. David جهزني أنا هنزل أروح للسفينة He tied a rope around himself and went into the sea رابط حبل كده حوالي نفسه عشان ما يغرقش هو كمان ونزل للبحر He swam with all his strength towards the Rick Rick اللي هي حطام السفينة دي فأقول لك عام بأقصى قوة عنده عشان يواجه طبعا الموج العالي والرياح الجامدة دي نحية حطام السفينة حاول ينقص حد Then High dream wave came from behind the ship وفجأة موجة خضرة عالية جدا خضرة دي مش معناها ان هي خضرة اللي هي موجة كبيرة قوي ومحملة بقى بالرواصب بتاعت البحر والكلام من ده فجرين هنا عشان يوصف لك قد ايه الموجة كانت قوية وعالية جت من ورا السفينة فجأة من غير ما حد يشوفها The ship was gone وفجأة السفينة اختفت تحت الموجة ديت وغرقت في بطن البحر The people pulled him back to the beach He was taken to the nearest house الناس سحبوا هام بسرعة طلعوا الشاط تاني وخدوه وادوه على قرب بيت And the doctor was brought for him وجابوا له الدكتور كمان يكشف عليه But it was too late He was dead بس كان لوقت تأخر هام هو جمان مات يبقى كده هام مات ودورة ماتت ومستر ميكوبر ومراته هاي سافروا استراليا ويوريا هيب وامه خلاص يختفوا كده مع النجل عوى به ومانتهوا مع دلهمش حاجة في القصة ويبقى كده هام مات ويوريا هيب خلصنا منه الحمد لله ودورة ماتت ومستر ميكوبر ومراته هاي سافر استراليا ومستر بيغاتي واميلي هاي سافر استراليا فاضل مين الله ينار عليك ستير فارس راح فين ستير فارس المهم ما نعرف دلوقتي فاولك بعد ما هام مات بقى خلاص فانقعد على جنب هام كده ساكت لما سمعت اسم حد بيهمس باسمي ممكن تيجي هنا he said a body has come ashore في جسم تاني او جسد تاني بتاع حد ميت جسد حد ميت وصلت للشط do i know it i asked but the man said nothing فدايفيد اميل له هم ما نعرف الشخص اللي جلب للبرة ده فالراجل ما ردش عليه ما قالش حاجة the man talked me out to the beach where i saw steer forks flying dead راح خدني ودانا ع الشط برا بوصل ات ستير فارس هو كمان نايم على الارض ميت كان في السفينة اللي غير اتيا يبقى كده كمان ستير فارس ميت ما عادش في القصة اللي مين ديفيد و اغنس هيتجوزوا بعض ان شاء الله دلوقتي بس ما ننسبقش الاحداث the last time we had spoken he had said think of me at my best i have always done that اخر مرة اكلمت فيها مع ستير فارس قال لي افتقرني افتقر الخير يعني وانا من يومها وانا بعمل كده بيغوتي وانا اي went to آآ غريف غريفزند to see the ship آآ for استراليا انا وبيغوتي رحنا لغريفزند ديت حتة زي مينة كده اسمها غريفزند عشان نشوف السفينة اللي راحها ل استراليا with Mr. ميكوبر Mr. بيغوتي and Emily وكان هناك عشان رحنا نوضع بقى Mr. ميكوبر وعلته وMr. بيغوتي واملي Mr. بيغوتي was waiting for us on the ship Mr. بيغوتي كان واقف مستنيين على السفينة we spoke for a while ويفناك كلمة مبعد شوية but بيغوتي and I soon had to leave بس انا وبيغوتي بقىنا خلاص لازم نمشي I shook Mr. بيغوتي's hand and helped بيغوتي who was crying فسلمت على Mr. بيغوتي وقلت له بالسلامة عن الحج ومسكت بيغوتي اللي كانت طبعا بتعيط ومنهاره من عياط We saw Mr. ميكوبر and I told him about what had happened to any arms وقابلنا Mr. ميكوبر وحكيت له كمان عن الحاجة اللي حصلت في يارمث He said that he would make sure Mr. بيغوتي never heard about it وهو قال لي ان هو هيتأكد او هيخلي باله كويس جدا ان Mr. ميكوتي ما يعرفش حاجة عن اللي حصل ده The ship began to move السفينة بدأت تتحرك I watched the crowd on the ship waving their heads and handkerchiefs شوفنا الناس وقفين كلهم في السفينة بقى المسافرين وهما بيشوروا بأيديهم او بالمنديل اللي في ايديهم كده مع السلامة يا احمد مع السلامة يا مونة Then I saw Emily وبعد كده شوفت Emily she was standing beside her uncle كانت وقفة جنب عمها اللي هو Mr. بيغوتيان كان شكلها ضعيف جدا She saw us and we had her last goodbye to me وشورتلي الوداع لاخر مرة في حياتها وكده خلص درعي كمان جزء الترى بعنوان I marry Agnes ما حروقنا معتش اللي هما الاثنين فازم يجوزوا I traveled for three years in Italy In Italy سفرت ايطاليا لمودي الثالث سينين France and Switzerland وروحت فرنسا وسويسرا I was very sad because my wife والتحزين جدا لان مراتي who I loved so much had died so young مراتي اللي انا حبتها جدا ماتت بدريالي One evening I went down into a valley where I was to spend the night في يوم الايام نزلت في وادي كده هقضي فيه الليلة zero was a packet of letters waiting for me there كان فيه حزم الجوابات مستنيان هناك واحد نصح بقى يوم قال لي ايه طب هو عارف منين ان الجوابات او اللي بعت له الجواب عارف من انه هناك بص يا سيدي زمان انت ما طبعا فيش تليفونات وما فيش وسائل مواصلات وتواصل والكلام من ده فكانوا بيعملوا ازاي انت قبل ما تسافر تروح ايه مكان فبتسيب عنوانك للناس اللي انت عارف انهم ممكن يبعطولك جوابات فبتسيب لهم عنوان معين في المكان انت راحه ده انه لو حبته تبعطولي جوابات وبعطوها على المكان ده فهو سيب لهم عنوان الوادي ده انه لو حد حبي يبعطلي جوابات يبعطها على الكلام ده وبعد كده سافر وتنقل وبتاع رجع بقى فوسط رجع لقى في جوابات كتير مستنية هناك بيت جواب منهم جواب جاي من اجنس وقالت لي فيه ان هي بتصق فيها انا عدتقر اجواب مرات ومرات كل ما خلصها رجع اقرأتين اجنس كانت بالنسبالي حاجة كبيرة لدي بس هي مكانتش امراتي ومكانتش احتيب امراتي كان ممكن في يوم من الايام كنا نتجوز وطب امراتي بس خلاص الوقت ده عد وانته في النهاية بعد ما سافرت بقى ولفت الكم دولة دول رجعت بقى تانى للندن رحت الى بيت عمتي وهناك ليت بيجوتي بقت شغالة مع عمتي دلوقتي كمدبرة منزلي هما الاثنين رحبوا بيه بدموع الفرح فامتوا اكلوا في حاجات كتير حصلت بقى ترادلز اتجاوز الوقت ويوريا هيب داخل السجن روزا دارتل اللي كانت شغالة مع ميس ستير فورس كانت حزينة جدا بسبب موت ستير فورس لانها كانت دايما بتحبه وطول امرها بتحبه وليسة بتحبه وليسة عايشة برضو مع ستير فورس مع عمومة ستير فورس ومراحتش في حتة اللي هي اصلا ميس ستير فورس دي لسة برضو ست شايفة نفسها كده وفخورة بنفسها يعني موت ابنها مقصرش فيها تاني يوم رحت كانترباري عشان اقبل اجنس انا بقالي فترة طويلة جدا بخلم ان انا شوفها تاني فرحتي ان انا شفتها وحب ليها خلاني كان اكتر كتر علي قوي او كان اكبار قوي لدارت ان انا مش قادر اتكلم اجنس قاعدت تتكلم عن امالي اجنس قاعدت تتكلم عن امالي اقلت لي انها قابلتها كذا مرة ايام ما كانت في لندن اقلت لها كلمين عن نفسك what is there to tell اقول له اقول لك ايا ما عنديش حاجة اقولها لك يا عم father is well ابيه كويس we are happy here in our home احنا كويسين في بيتنا الحمد والله that's all دي كل حاجة she paused وسكتت شوية كده but there is something else i must tell you بس في حاجة انا لازم اقولك عليه she said she put her gentle hands on my shoulders and looked calmly into my face فحطت ايديها النعمة على كتافي وبصت بهدوء كده في وشي tell me i said فقلت لها اقولي i have loved you all my life انا بحبك طول عموي يا ربي اتهي اللي قلت له كمان two weeks later we were married اسبوعين بالظبط كنا متجوزين خلاص الموضوع انتهى my dear husband زوجي العزيز said agnes after his wedding بعد ما نجوزنا خلاص i want to tell you about the night when dora died when i spoke to her alone i want to tell you to tell you what she said to me she told me her last wish قلت له يا زوجي العزيز انا عايز احكي لك حاجة قالها اقولي يا حبيبة جوزك قلت له انا عايز اكلمك عن الليلة اللي دورها ماتت فيها لما كنت انا هوية عادين لوحدنا لما قلت لك ان هي عايز تقعد معي قلت له على حاجة ودي كانت اخر امنية ليه فديفد قال لها ايه and what was it كانت ايه الامنية دي although i could guess هو بيقول ان انا قدرت اخمن او قدرت افهم هيك اتعايز ايه بس مع ذلك سألت برضي قلت له she wanted me to be your wife كانت عاوزاني ابقى مراتك i put my arm around her لفد رائع حواليها and to do my new wife وضمت مراتي الجديدة who had loved me for such a long time closer to me مراتي العزيزة اللي بتحبيني طول عمرها ضمتها وقربتها مني بس خلاص مستنين ايه ما خلاص كده الماضي انته وكده الحمد لله كنت خلصت الشابتر فورتين وكون خلصت القصة كما انه تكون عجبتكو بس قبل ما تقفلو نكمل بقى نخش على اسئلة الاول فقول لك اول حاجة يوريا هيب راح بيت بعد ما مشى من بيت ميستر ميكوبر طبعا لا مفيش الكلام ده خالص ده هو دايفيد وعمته ودراحوا بيت ميستر ميكوبر بعد ما طلعوا من المكتب ميستر ويكفلد يعني كل حاجة في الجملة ده معكوسة ميس بيتسي من بيتسي؟ بيتسي تروتو ده قدت لي ميستر ميكوبر فلوس عشان يسافر بقى استراليا طبعا طبعا ده هي ما يعني بسم الله مشى الله بنا وعدنا بنص فكرتها عن جزه اجنس فضلت تعبان فترة طويلة طبعا لا مش اجنس لا فالس ده دورا هي اللي كانت تعبانة اجنس كانت هتموت وتشوف دورا على العكس دورا اللي كانت نفسها تشوف اجنس ابن تموت عشان توصيها وصيتها الاخيرة ديفيد decided to go abroad ديفيد قرر ان هو يسافر بره طبعا ترو ديفيد visited steerforce before traveling abroad لا طبعا هو زر عاليد بيقتي مش steerforce هام دايد ويحاول انقذ steerforce طبعا ترو هيب went to prison يريا هيب دخل السجن طبعا ترو روزا هاد never loved steerforce روزا عمرها محبة steerforce طبعا false she always loved them كانت دايمان بتحبه answer the following questions جايوا وبع الاسئلة الجاية who lent mr micawber some money من اللي اده ميكوبر فلوس ممكن نقول miss petsy أو miss twitwood أو ديفيد's aunt التلاتة صحة لانهما التلاتة نفس الشخص where would the micawbers go عائلة micawber هيروحه فين they would go to australia كانوا يسافروا استراليا who was ill for a long time من اللي كانت تعبانة فترة طويلة طبعا it was dora او david's wife what did dora ask agnes to do after her does dora طلبت اي من agnes بعد ما تموت طبعا هنقول she told her to marry david or to be david's wife which countries did david decide to travel and to and why ايه البلاد اللي david قرر يروحه وليه هنقول طبعا he went to فرانس switzerland and italy فرنسا وإطاليا وسوسرا and why because he couldn't live in london after her his wife's death انو ما كانش قادر يعيش في لندن بعد وفاة زوبته how did steerforce die steerforce مات ازاي هنقول طبعا he drowned in the sea يغرق في البحر بس who tried to save steerforce what happened to him مين اللي حاولت ينقذ steerforce وإيه اللي حصل له طبعا it was him and he died also him ومات هو كمان how did david feel when he saw agnes david حسب ايه لما شاف agnes طبعا he felt a great joy and love for her حسب حب و سعادة كبيرة قوي لما شافها what did agnes tell her husband after wedding day agnes قالت ايه لجزها بعد الزفاف طبعا she told her that دورا had asked her to marry him after she died قالت له ان دورا طلبت منها نيه تجوزوا بعد ما تموت what was dora's last wish نفس اجابت سؤالي فوق her last wish was that agnes will would marry david after her death طبعا who said to whom من قال لي مين have you ever thought of going abroad عمرك فكر تتسافر بره طبعا ده كانت miss betsy trutwood to mr micawber i couldn't take it as a gift but if you lend it to me انا عمر ماخده منك كده للو الوطن استرفه منك ماشي طبعا ده كان مين mr micawber to miss trutwood i'd like to ask one question is it a country where a man of mr micawber's abilities would have a chance of rising طبعا من غير ما فكر اكيد mrs micawber اللي معتقدة ان جزها ده جهب زيان to miss trutwood you were a good wife as i was a husband ما فيش حد مجوز اصلا في القصة كلها لا david و dora فطبعا اكيد كانت david to dora i hate i have loved you all my life انا بحب اكتول عمري طبعا دي كانت agnes to david she wanted me to be your wife برضو agnes to david who am i i gave mr micawber some money to travel to australia but he asked to give him the money as a loan loan يعني card i was very happy والباقي مش موجود مش مشكلة طبعا احنا عارفين ان هو مين miss trutwood او miss patsy trutwood او david's aunt وكده يكون القصة خلصت الحمد والله واتمنى كون عجبتكو واتمنى كونوا استفدتوا منها ويريت لو اي حد محتاج اي حاجة لها علاقة بالانجليش عموما في اي منهج في اي صفة دراسي يبعتها لي في الكومنتز او يكتبها لي على الجروب بتاعي على الفيسبوك انجليزي بالعربي او صفحتي على الفيسبوك بردو شريف عويدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة